ناس كتير اوه بتقول هو ايه الفرق بين on وabove وover طالما تلاتة بدون نفس المعنى هقول لك بص يا سيدي الموضوع ده بسيط جدا لو سألتك ايه ده هتقول لي table table لو سألتك ايه اللي فوق table هتقول لي book يعني كتاب طب لو سألتك كمان ايه ده هتقول لي lamp جميل طب لو سألتك ايه ده هتقول لي it's a dog ده كلب هقول لك بقى تعال نشوف يا طرى لو سألتك هو الكتاب فين هتقول لي على الترابيزة طيب يا طرى كتاب لامس الترابيزة ولا مش لمسها هتقول لي لا لامس صحيحة الترابيزة يبقى كده الكتاب هقول عليه on اما بقى لو شفنا lamp وانا lamp حبيبي يعني مصبح المصبح ده هلاقيه برضو فوق الترابيزة بس مش لمسها فبالتالي هنا هقول above وخلي بقى لكن اللامب هنا ثابت يعني ايه ثابت ما بيتحرك شي يبقى اذا لما يكون الشيء فوق ثابت ما بيتحرك شي بقى اذا هقول عليه above طب لو شفنا بقى الكلب هنا افس فين هتقول لي افس فوق الترابيزة جميل خالص طب يترك كلب ثابت ولا متحرك هتقول لي متحرك فبالتالي هيبقى over فإذا الكتاب on lamp above الكلب over عشان كده لو شفنا الجملة الاولى دي وقال لي the book is at the table هقول له on من رفع عليكم طيب الجملة التانية لو قال لي the lamp is at the table اكيد هتقول لي above يلا بقى تعالى شوف لي الكلب بقول لي the dog jumped at the table يلا قلولي الاجابة في الcomments شكراً لكم